اشتركوا في القناة من هنا اعلنت هابي بن ترباح ترشحها للانتخابات التشريعية الموريتانية من امام بيتها المتواضع في ضاحية شعبية بن واكشوت هابي تدخل السياسة بعد ان قضت ثلاثة عقود من عمرها ضحية للعبودية قبل ان يتم تحريرها عام 2008 من طرف حركة ايرا الحقوقية الأول ما نطالب عنه حقوق العبيد يلول ما نتكلم عنه ونطالب ونطبيق القانون في قضية العبودية وفي قضية الظلم كامل تخوضها بالانتخابات من بوابة حزب معارض ولكنها تبدأ الدعاية من خيمتها تستعد لاستقبال سهرة انتخابية وتهتم كثيرا بمشاكل الحياة اليومية لها ولجيرانها والظروف محمودة المولانا ما باقي شي ما نعاني عنه واحدة مخلوقة مولانا ولا عندي سبه إلا تقديت ما نتعيش وإلا تعيشت ما نتقدي وهذا سير على العموء بعد ذلي نعرف الونا شي من الشعب ونعاني من قلت الله ما عندنا الضوء ونعاني من قلت الماء ما عندنا الماء تنشط هابي في صفوف حركة إيرا المناهضة للعبودية والتي دخلت في تحالف مع حزب الصواب البعثي من أجل خوض الانتخابات ولكن الحركة تؤكد أنها قدمت مرشحين غير تقليديين في انتخابات يحتدم فيها التنافس بينما يزيد على ستة آلاف مرشح